محمد عبد المنعم أيوة قريب من الانتقال لنادي نيس الفرنسي الساعات اللي فاتت شاهدت تقارب في المفاوضات ما بين نيس والنادي الاهلي حول الصفقة وعبد المنعم برضو ضغط وطلب وحاول يقنع النادي الاهلي بالموافقة على عرض نيس بحسب معلوماتنا ان محمد عبد المنعم هيوقع لنيس الفرنسي لمدة اربع مواسم اربع مواسم النادي الاهلي هيحصل على ايه حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فيها دي الكلام وقف عند اتنين ونص مليون دولار الاهلي عايز يطلعهم لتلاتة مليون دولار عشان يوافق على بيع محمد عبد المنعم الى النادي الفرنسي مارس الكولر النهاردة اعفى محمد عبد المنعم من المباراة عشان طبعا اصابتك يحل التكلم عنها النهاردة مارس الكولر وكمان عشان يسيبه يركز عشان هو شافه انه مركز جدا في قصة المفاوضات مع نادي نيس الفرنسي تصوري انه محمد عبد المنعم مش هو موجود في الاعلى المسلم اللي جايز سواء موضوع نيس ده خرز بشكل رسمي او لا اهو كيكا اخد قرار وخلاص الاحتراف في اوروبا فهو شغال على القصة دي ومحمد عبد المنعم يستاهل يتواجد فيه كرة القدم الاوروبية في اي بقى دوري سواء دوري في فرنسي اسباني ايطالي انجليزي يستحق قادر انه يلعب في الدوريات دي خد بالك انه العمر بيتقدم مع عبد المنعم لو ما خرجش دلوقتي مش هيخرج في اوروبا ممكن يخرج بقى في حد تانية في الخليج في الدولة العربية بس اوروبا هيبقى صعب جدا جدا يعني